وسط تصاعد الأوضاع الميدانية ومرور نحو ثلاثة أسابيع على الحرب في أوكرانيا سارع وزراء ودفاع خارجية الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة المستجدات بشأن أوكرانيا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة وهو ما يبدو واضحا بالحضور المكون من وزراء الدفاع ووزراء الخارجية وبرئاسة جوزيب بوريل منصق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي المجتمعون بحثوا وثيقة البوصلة الاستراتيجية وهي عبارة عن خارطة طريق لعمل الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن ودفاع خلال العقد المقبل وسيتم تقديم الوثيقة إلى القادة للموافقة عليها في قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مارس الجاري وتسلط الوثيقة التي تحدد تهديدات والتحديات الجديدة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي الضوء على مفاهيم مثل الشراكة القوية بين الناتو والاتحاد الأوروبي والوحدة السياسية والانسجام والتكامل بعد العملية العسكرية الروسية الأوكرانية ورغم موضي الحرب في أوكرانيا قدما فإن سيناريو التوصل إلى اتفاق سلام في نهاية المطاف بين موسكو وكييف لا يزال الأكثر ترجيحا وتحقق المفاوضات بين الجانبين بعد التقدم لكن مصيرها يتعلق بتوازن القوى العسكرية على الميدان والتي يعمل الغرب عليها من خلال المساعدات العسكرية الضخمة لكييف